إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ يَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ورحمة الله وبركاته وَأَسْعَدَ اللَّهُ أَوْقَاتَكُمْ بِكُلِّ خَيْرٍ وَمَسَرَّةٍ معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامجكم مناسك مسألتان مهمتان المسألة الأولى ما يتعلق بالمواقيت والمسألة الثانية ما يتعلق بمحظورات الإحرام مرة معنا ما يتعلق بالإحرام في الميقات نتعرف اليوم على المواقيت المواقيت نوعان نوع مواقيت زمانية والثاني مواقيت مكانية أما الميقات الزماني للحج فيبدأ من ليلة عيد الفطر بمعنى أنه لو أحرم الحاج ليلة عيد الفطر ونوى التمتع أو نوى الإفراد أو نوى القران ثم استمر في إحرامه إلى الحج فيصح منه الحج لكن لو نوى عصر يوم الثلاثين من رمضان قبل مغيب الشمس فهذا لا يصح منه الحج هذا الميقات الزماني ويستمر الميقات الزماني إلى طلوع الفجر من ليلة عيد الأضحاء ليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر يوم النحر يوم العاشر بمعنى أنه لو أحرم قبل طلوع الفجر بنصف ساعة وثم أمكنه الوقوف بعرفة صح منه الحج صح منه الحج لكن لو أحرم فجر يوم النحر فجر يوم عيد الأضحاء لا يصح منه الحج وتنقلب إلى عمره وينقلب هذا الإحرام إلى عمره هذا الميقات الزماني فهو ما بين ليلة عيد الفطر إلى ليلة عيد الأضحاء هذا الميقات الزماني يعني شهر شوال شهر ذي القعدة عشر ذي الحجة هذه أشهر الحج وهي التي يصح فيها الحج الحج إذا نوى الحاج الحج أما ميقات العمر فلا زمان لها كل أيام السنة تصح فيها العمر كل أيام السنة تصح فيها العمر هذا الميقات الزماني أما المواقيت المكانية فهي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية للحاج أو المعتمر بأن يبتدأ الإحرام من هذه المواقيت فكما قال ابن عباس وغيره وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن قرن المنازل وأهل اليمن يلملم وكذلك في رواية أنه وقت لأهل العراق ذات عرق فهذه المواقيت قرن قرن المنازل ذي الحليفة الجحفة يلملم ذات عرق قال عليه الصلاة والسلام هن لا هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن أتى من طريق المدينة فعليه أن يحرم من ذو الحليفة المسمى الآن أبيار علي وفي علامات واضحة لمن أتى فيها وهي أبعد المواقيت عن مكة تقريبا أربعمائة كيلو متر فيحرم من ذو الحليفة أما من يأتي عن طريق الساحل وعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام عندما كانوا يأتون من الساحل فميقاتهم الجحفة وأقرب مكان للجحفة رابغ فيحرم الناس من رابغ وأيضا هناك ميقات له معالم واضحة لمن أتى من هذا الطريق فمن يأتي من مصر من جهة الشمال فهو مثلا أو من وراءها فيحرم من الجحفة أما من يأتي من الجنوب من الساحل فميقاته يلملم المسمى الآن السعدية الجحفة والسعدية يبلغان تقريبا في حدود مائتين كيلو متر أيضا فيه معالم ومكان للإحرام ومسجد إلى غير ذلك أما من يأتي من الشرق أو من الجنوب عن طريق الجبال الشرق الجنوبي فهذا له قرن قرن اليوم له فيه ميقاتان أسفله السيل الكبير المسمى اليوم السيل الكبير لمن أتى من نجد أو من وراءها وأعلاه المسمى الآن بوادي محرم وهو في الهدى لمن أتى عن طريقه من الجبل أيضا في معالم وكلاهما يبعدان قريب من ثمانين كيلو متر وهي من أقرب المواقيت إلى مكة هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة إلا أن يقف فيها ويلبس لباس الإحرام وينوي الدخول في النسك ينوي الدخول في النسك كما سبق معنا إن كان النسك حجا مفردا يقول لبيك حجا بعدما يتنظف ويتطيب ويهيئ نفسه ويلبس رداءين أبيضين نظيفين هذا بالنسبة للرجل والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب يدخل حينئذ في النسك ويقول لبيك حجا إذا كان مفردا أو يقول لبيك عمرة إذا كان معتمرا أو متمتعا بالعمرة إلى الحج هذه المواقيت كما ذكرت وكما ذكر نبي صلى الله عليه وسلم هن لا هن يعني لمن أتى عليهم حتى ولو كان الآتي من غير أهلهم يعني أنا من أهل المدينة لكني ذهبت للرياض وأتيت في الطائرة مثلا أو في السيارة فإن كنت في السيارة أحرم من ميقات السيل الكبير أو في الطائرة إذا حاذيت هذه المواقيت هكذا هذه هي المواقيت بمعنى لا يجوز لمريد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بيحرم طيب اللي ما يمر من عندها سواء في البر أو في البحر أو في الجو قال أهل العلم إذا حاذ الميقات بمعنى إذا حاذ الميقات كان موازيا للميقات يحرم فأقرب المواقيت له في المحاذات يحرموا منه يحرموا منه فإن كان في باخرة مثلا أتى عن طفل يحرم إذا كان من الشمال إذا من الجحفة إذا كان من الجنوب يحرم أقرب المواقيت له جدة هذه المواقيت لمن أتى من جنوب البحر هذه لمن أتى عن طريقها أو هذا في الطائرة أو في سيارة أو في البحر طيب من كان داخلها من أين يحرم 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 من مكانه يحرم من مكانه فإن كان ميقاته فإن كان مكانه دون المواقيت فميقاته مكانه يعني ما دون ميقات السيل أو ميقات الهدى أو ميقات ذي الحليفة أو ميقات الجحفة مسكنه دونها جهة مكة فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دونها فيحرم من مكانه طيب إذا كان من أهل مكة ساكن مكة الآن من أين يحرم يحرم من مكانه إذا كان للحج إذا كان أراد الحج أما إذا أراد العمرة فيخرج للحل يخرج للحل يعني يخرج من حدود الحرم ويحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني حاضت وأصبحت لم تعتمر مع المعتمرين فقالت يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج بها إلى الحل وتحرم من الحل ثم تأتي بالعمرة فميقات أهل مكة بالنسبة للعمرة هو خارج الحرم منطقة الحل هذا ما يتعلق بالمواقيت بشيء من الإيجاز والذي يفعل في هذه المواقيت هو الإحرام والدخول في النسك الدخول في النسك طيب من أحرم بعدها تجاوزها عليه أن يرجع لها إلا إن كان شرعا في الطواف عليه أن يرجع فإن لم يرجع قال أهل العلم يا عليه دم لأن الإحرام من الميقات واجب مما يتعلق بالمواقيت والإحرام أن الحاج أو المعتمر إذا دخل في النسك حضرت عليه جملة من المحظورات هذه المحظورات لبس اللباس المعتاد يعبر عنه أهل العلم بلبس المخيط المحيط بالبدن مثل الثوب مثل الفنيلة السروال الجلابية أي لباس من الألبسة المعتادة المحيطة بالبدن أو بعضو من أعضاء البدن هذا اللبس أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب تغطية الرأس لا يجوز أن يغطي رأسه بشيء ملاسق طاقية غترة يعني ما يسمى طربوش أو غير ذلك أما من يحمل حملا كحاج معه متاعه فيحمله فوق رأسه أو شمسية هذه لا تدخل في المحظورات لأن هذا يعني ليس مما يغطى به الرأس ملاسق من الألبسة والناس كانوا يصدلون والنبي صلى الله عليه وسلم وضعت له قبة بنمرة واستظل تحتها كذلك الطيب أما المرأة فلا تغطي رأسها لأنها من يعني من لباسها من المحظورات الطيب فلا يتعطر لا الرجل ولا المرأة ولا يعطر ثيابه وإنما يتطيب قبل الإحرام يطيب بدنا كذلك حلق الشعر لا يجوز أن يحلق شعره أيًا كان هذا الشعر ولا ينتفه كذلك لا يقلم أظافره أيضا الخامس أو السادس الصيد لا يجوز أن يصيد وهو محرم أيًا صيد كون صيد بر أو صيد بحر ولا في الحرم لا يجوز له أن يصيد كذلك الجماع ومقدماته كلها محظورة ومحظورات مغلظة لا يجوز للحاج سواء كان رجل أو امرأة الجماع أيًا كانوا وكذلك ما يتعلق به من مقدمات بل الخطبة لا تجوز خطبة المرأة حال الإحرام هذه المحظورات لا يجوز ارتكابها حال الحج أو العمرة مهما كان ومن ارتكب شيئاً منها فعليه فديتها فعليه فديتها والفدية تختلف من محظور إلى آخر ففدية الحلق أو التقصير الشعر أو تغطية الرأس أو الطيب هذه فديتها إذا فعلها متعمداً عليه إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شات لمساكين الحرم أما الصيد فكل صيد بحسبه أما الجماع فإن كان قبل التحلل الأول فيفسد الحج وعليه أن يعود للحج مرة أخرى من العام القادم وعليه أن يذبح بدنه فإن كان بعد التحلل الثاني فعليه دم وهكذا هذه هي المحظورات وهذه فديتها حال فعلها وعدم فعلها من باب تعظيم هذا الأمر العظيم أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن العمار عمرتهم وأن يتقبل دعاءنا ودعاءهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم